هنبدأ بقع نصمم المشهد الخامس أو المشهد السادس المشهد السادس سوشال ميديا طيب هنحزف الـ line ده والظل وهنحزف الاشكال دي وهنجيب كلمة تابغرافي هنحطها هنا كده هنبدلها بكلمة سوشال ميديا هنخليها فوق هنا سوشال ميديا عندي هجيب التلات تصميم دي ده مشروع كنت عملتو لصديق هنصغرهم شوية هنحددهم كلهم كده ونصغرهم شوية هنحط واحد هنا مثلا هنخلي واحد هنا كده واحد هنا واحد هنا هنسحب ده كده شوية وده كده شوية وده في المنتصف ونحدد التلاتة ونعمل لهم محازاء آآ بالشكل ده كده ونعمل محازاء المنتصف عايز اعمل بقى حركة آآ حلوة في التصاميم دي هعمل ايه؟ اول حاجة هاجي فوق هنا وهعمل خط بالريكتانجل هعمل خط كده هحدده واعمله بالشكل ده كده وهندي له نفس آآ لون الكتابة آآ دي هنزله هنا كده آآ كويس وهجيب اخد منه كوبي وهنزل الكوبي بتاعه تحت طبعا هاتغط شفت عشان ياخد نفس النقط ممكن انزله تحت شوية كده وهخلي ده فوق شوية كده وهاجي هرسم آآ ريكتانجل آآ دي هتبقى من فوق لتحت فهرسم ريكتانجل بالشكل ده كده اسحبه تحت هخلي ممكن اخلي ريكتانجل ده آآ استروك طبعا انا عندي ريكتانجل رسامته هنا فعندي الخصائص او فقدر بقدر اجيبها من هنا من قيمة ويندو هضغط هنا كده دابل كليك والغي الفيل واجي هنا كده واعمل آآ استروك هتدي اي لون كده مؤكد وهاجي هنا هزود قيمة الاستروك بالشكل ده كده اوكي انا عملت الاستروك طبعا آآ انا عجبني جدا اللون اللي انا عملته ده بس مقدر ان انا ارفع الريكتانجل كده شوية هاخد منه نسخة واجيبها هنا كده بس هنزل الريكتانجل ده كده شوية هاخد منه نسخة واجيبها هنا كده وهرفحها الفوق شوية بالشكل ده كده دي محتاج اننا هنزلها شوية يبقى ده هنجيبه تحت ده كده وده هنجيبه هنا كده طبعا هنحدد كل الطبقات دي وكليكي مينه نختار سترايز لير ونقدر ان احنا نسميها مثلا ده هنخلي ار وان ارضو ار سري وده هنخليها ار فور ار فايف وعند الكتابه سوشال ميديا ونعمل فايل وهنعمل سيف اس ونحط له 06 وكده انتهينا من المشهد السادس ترجمة نانسي قنون